بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من رمضان الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاختص هذا الشهر بأن الله أنزل فيه القرآن بمعنى أنه ابتدأ فيه إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وقد تكامل هذا القرآن العظيم وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل سنة في الليل كان جبريل ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتدارسان القرآن كل ليلة فلما كان في السنة الأخيرة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين وكانت المدارسة ليلا فدل على فضل قراءة القرآن في هذا الشهر والاكثار من تلاوته وإذا كان هذا في المساجد فهو أفضل يجتمع للمسلم من اعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن ويقتدي بالسلف لأنهم كانوا إذا جاء رمضان فإنهم يتركون حلق العلم ويقبلون على تلاوة القرآن قد اختلف العلماء في معنى قوله أنزل فيه القرآن والصحيح أن المراد ابتدأ فيه نزال القرآن ثم تتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أن القرآن نزل جملة واحدة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفي أن الله جل وعلا قال أنزل فيه القرآن سواء أنزل كله أو ابتدأ إنزاله في رمضان فهو شرف لهذا الشهر وتخصيص له بإنزال القرآن ينبغي لكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم مع التدبر وأن المسلم يرتبط بالقرآن دائما وابدا ولكن في رمضان لأن شهر رمضان هو شهر القرآن فيرتبط في القرآن في رمضان أكثر من غيره كما كان السله يقبلون في شهر رمضان على تلاوة القرآن العظيم فالمسلم يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان ويتلو ما تيسر له من كان يحفظ القرآن كله فهذا خير عظيم وهذا مع السفر الكرام البررة ومن كان يحفظ صورا أو أجزاء منه فليكرر ذلك في شهر رمضان فالقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه كله قرآن ولا يقول من لا يحفظ القرآن أو لا يستطيع قراءة القرآن كله يقول أن لا يحسن بل يقرأ ما يحسن فقرأ ما تيسر منه ويكرر ذلك وفي ذلك الخير الكثير وكذلك إنسان الذي ليس ماهرا بالقرآن يقرأ القرآن على حسب استطاعته ولو بالتهجي قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر التلاوة وأجر الصبر على المشقة على المسلم يقبل على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك العظيم لأنه شهر القرآن أنزل فيه القرآن فيكثر من تلاوة القرآن إما عن ظهر قلب إن كان يحفظ وإما من المصحف ولو بالتهجي كما سبق فيكون للمسلم نصيب من تلاوة القرآن في هذا الشهر لينال هذا الأجر العظيم والثواب العظيم الذي هو تلاوة القرآن في شهر رمضان فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من الغفلة والنوم كثير من الصوام ينام ينام الوقت وقد لا يقوم لصلاة الفريضة بل ينام ويقول أنه صايم طيب صايم وتضيع الصلاة في وقتها الصلاة تأكد من الصيام على المسلم أن لا يجعل شهر رمضان شهرا للنوم والكسب يجعله شهرا للنشاط والطاعة النشاط في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل فشهر رمضان شهر عظيم مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم قد أظل لكم شهر عظيم مبارك صفات لهذا الشهر العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان وقال لأصحابه قد أظل لكم شهر عظيم مبارك وحثهم على العمل الصالح في هذا الشهر واستغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل لأن هذا الشهر له مزي على غيره من الشهور والعمل فيه مضاعف الصدقات فيه مضاعفة وغير ذلك من العمال المباركة فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من ثواب هذا الشهر وفضله ويخلد إلى الكسل أو إلى النوم والراحة يقول أنا صايم الصيام يعينك على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل لا يثبتك عن الطاعة ويكسلك عن العبادة بحجة أنك صايم الصيام يعينك على العمل الصالح وعلى تلاوة القرآن وعلى عبادة الله ولا يثبتك عن الطاعة وتخلد إلى النوم والكسل والإهمال هذا حرمان وكل ميسر لما خلق له ولكن عليك بالعزم والحزم والنية الصالحة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين